خديجة بنت خويلد إنها سيدة نساء العالمين في زمانها، ابنة خويلد بن أسد بن عبد العز بن قصي بن كلاب القرشية الأسدية، الملقبة بالطاهرة سيدة قريش ولدت في بيت مجد وسؤدد قبل عام الفيل بخمسة عشر عاما تقريبا، ونشأت في بيت من البيوتات الشريفة، فغدت امرأة عاقلة جليلة، اشتهرت بالحزم والعقل والأدب الجم، لذلك كانت محط أنظار كبار الرجال من قومها. تزوجت خديجة من أبي هالة بن زرارة التميمي، فأنجبت منه هالة وهندة، ولما مات أبو هالة تزوجت من عتيق بن عائد بن عبد الله المخزومي، فلبثت معه فترة من الزمن ثم افتراقا، ثم تقدم لها بعد ذلك كثيرون من أشراف قريش، لكنها آثرت الانصراف لتربية أولادها، وإدارة شؤون حياتها، حيث كانت غنية ذات مال، وكانت تستأجر الرجال ليتاجروا لها، وتدفع لهم المال مضاربة، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، ما اتصف به من الصدق والأمانة والخلق، أرسلت إليه ليخرج بمالها إلى الشام مع غلام لها يقال له ميسرة، على أن تعطيه أكثر مما تعطي غيره، وافق صلى الله عليه وسلم، وسافر مع غلامها، ووفقه الله تعالى في هذه التجارة، فكان الربح وفيرا، سرت خديجة بهذا الخير الكثير الذي أحرزته على يد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن إعجابها بشخصه كان أعظم وأعمق، وبدأت الخواطر تتسابق إلى ذهنها ممزوجة بالعواطف الجياشة التي لم تعرفها من قبل، إنه رجل ليس كبقية الرجال، ولكن ترى هل يقبل الشاب الأمين الصادق بالزواج منها وقد بلغت الأربعين من عمرها، وكيف تواجه قومها وقد ردت عن بابها الخطابة من سادة قريش، وفي غمرة الحيرة والاضطراب، تدخل عليها صديقتها نفيسة بنت منبه، وتجلس معها تبادلها أطراف الحديث، حتى استطاعت أن تكشف السر الكامنة المرتسمة على محياها وفي نبرات حديثها، هدأت نفيسة من روع خديجة وطمأنت خواطرها، وذكرتها بأنها ذات الحسب والنسب والمال والجمال، واستدلت على صدق قولها بكثرة الطالبين لها من أشراف الرجال، وما إن خرجت نفيسة من عند خديجة حتى انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمته أن يتزوج الطاهرة خديجة، فقالت يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما بيدي ما أتزوج به؟ قالت فإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة فهل تجيب؟ فرد متسائلا ومن؟ قالت على الفور خديجة بنت خويلد، فقال إن وافقت فقد قبلت، انطلقت نفيسة لتزف البشرى إلى خديجة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أعمامه برغبته في الزواج من خديجة، فذهب أبو طالب وحمزة وغيرهما إلى عم خديجة عمر بن أسد، وخطبوا إليه ابنة أخيه وساقوا إليه الصداق، ولما تم العقد نحرت الذبائح، ووزعت على الفقراء، وفتحت دار خديجة للأهل والأقارب، فإذا بينهم حليمة السعدية جاءت لتشهد زواج ولدها الذي أرضعت، وعادت بعد ذلك إلى قومها، ومعها أربعون رأسا من الغنم هدية من العروس الكريمة لمن أرضعت زوجها محمدا صلى الله عليه وسلم، وهكذا أصبحت الطاهرة سيدة قريش زوجا لمحمد الأمين صلى الله عليه وسلم، وضربت أروع الأمثال وأعظمها، فعندما رأت أنه يحب مولاها زيد بن حارثة وهبته له، ولما آنست منه الرغبة في ضم أحد أبناء عمه أبي طالب إليه، رحبت بذلك، وأفسحت لعلي رضي الله عنه المجال الأوفر ليكسب من أخلاق زوجها محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الله تعالى على ذلك البيت السعيد بالنعمة بعد النعمة، فرزقهما البنين والبنات القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء شهرا كاملا من كل عام، وقد حببت إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الحال ما شاء الله له أن يمكث، ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله تعالى وهو بحراء في شهر رمضان، وكان معه من أمر الوحي ما كان، ثم انطلق يلتمس بيته في غبش الفجر خائفا وهو يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، وبعد أن استوضحت منه الأمر قال لها يا خديجة لقد خشيت على نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق، واطمأن فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم أمام هذا التثبيت، وعاودته سكينته أمام تصديق زوجه وإيمانها بما جاء به، ولم تكتفي بذلك، بل ذهبت من فورها إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وحدثته بما كان من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، لقد كانت خديجة أول من آمن بالله ورسوله، ودخلت في الإسلام ووقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنصره وتشد أزره، وتعينه على احتمال أقصى دروب الأذى والاضطهاد، فخفف الله تعالى بذلك على نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له، فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها تثبته وتخففه عليه، وتصدقه وتهون عليه أمر الناس، وأخذت آيات القرآن تترى وتتتابع، لقد أخذت خديجة رضي الله عنها تدعو إلى الإسلام بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت المحن القاسية على المسلمين، ووقفت خديجة كالجبل الأشم ثباتا وإصرارا، واختار الله تعالى ابنيها القاسم وعبد الله، وهم في سن الطفولة، فصبرت واحتسبت، ورأت بعينها أول شهيدة في الإسلام سمية، وهي تعاني سكرات الموت على أيدي الطغاة حتى أسلمت الروح لخالقها عزيزة كريمة، وودعت ابنتها وفلذة كبدها رقية زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وهي تهاجر إلى الحبشة فرارا بدينها من أذى المشركين، لقد شاهدت مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو إلى الله تعالى متعرضا لكل أنواع البلاء، صابرا محتسبا، يزداد مع المحن صبرا وصلابة، ويرفض كل العروض المغرية الرخيصة، وهو يساوم على عقيدته، ويقسم ذلك القسم في ذلك الموقف الذي لم تعرف البشرية له مثيلا في الإصرار على الحق، وعدم التنازل ولو قيد أنم له. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري، على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وهكذا كانت رضي الله عنها تستمد من الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم السلوى، وأروع آيات التثبيت والمؤازرة، ولذلك نجدها عندما أعلنت قريش مقاطعتها للمسلمين لتحاصرهم سياسيا واقتصاديا، وسجلت مقاطعتها لهم في صحيفة علقت في جوف الكعبة، لم تتردد في الوقوف مع المسلمين في الشعب ثلاث سنين صابرة محتسبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الذين وقفوا أمام عنة الحصار المنهك وجبروت الوثنية العاتية، إلى أن تهاوى الحصار أمام الإيمان الصادق والعزيمة التي لا تعرف الكلل، وبعد انهيار الحصار بستة أشهر مات أبو طالب ثم توفيت خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنين، وهكذا كانت خديجة رضي الله عنها بحق الزوجة الحكيمة التي تقدر الأمور حق قدرها، وتبذل من العطاء ما فيه إرضاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك استحقت أن تبشر ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، رضي الله عن خديجة بنت خويلد السيدة الطاهرة والزوجة الوفية الصادقة والمؤمنة الصابرة المجاهدة، وجزاها الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اشتركوا في القناة